طيب المد اللازم طبعا يا أخواني المد اللازم يعني له اختصار وله تطويل اختصاره ما فيه أسهل من هيك هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا شمالات أصلي يعني وسطا ووقفا صعبة منعي هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة استغفر الله سكونا أصليا يعني سكونا وصلا ووقفا بس كم حركة يماد ست حركات بالمقدار الطول ثلاثة أضعاف الطبيعي تعبيرات مختلفة لشيء واحد اللي هو هذا المقدار المعروف هذا هو المد اللازم لكن من حيث وروده في القرآن العظيم قسمه العلماء لسهولة الدراسة إلى أقسام فقالوا هذا المد اللي هو حرف مد بعده سكون أصلي جاء في القرآن في كلمة قرآنية وجاء في حرف من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور فإن جاء في كلمة قرآنية شو بيقول عنه كلمة وإن جاء في حرف من الحروف المقطعة مثل قاف قاف حرف مد بعده إيه سكون أصلي هذا شو من سميه لازم لكنه حرفي ولا الضال هذا لازم ولكنه كلمي واضح يا شباب إذن الآن صار عنا اللازم قسمناه لكم مجموعة كلمي وحرفي واضح الحديث ولا صعب طيب هذا الساكن اللي بعد الحرف المد إما أن يكون ساكن وفقط وإما أن يكون ساكن ولكنه مشدد فإن كان ساكن وفقط مثل قاف شو منقول عنه مخفى إن كان لا والله هو ساكن لكنه مدغم في متحرك بعده منقول عنه مثقى صعبا أقصام المد اللازم لازم كلمي أو لازم حرفي حرفي يعني وين حروف المقطعة الكلمي إما أن يكون مخفف يعني ما فيه شدة مثل هل هذه اللا مشددة لا إذن هذا إيه مخفى أو مثقل مثل ولا الضالي الساكن مشدد ولا لا ومثلها الحاقة والطامة والصاخة وتحاجوني واضح؟ والحرفي اللي في الحروف المخطعة إما أن يكون مخفف مثل ميم من ألف لام ميم ميم هذه الميم الأخيرة ساكنة ومشددة ولا ساكنة فقط؟ ساكنة فقط إذن مخفف كما ذكرت منذ قليل قاف صاد هدي كله إيه مخفف المثقل معناته فيه شدة هو ساكن لكنه مدغم مثل إيش؟ ها سي يم مي هادي الميم الأولى مي هادي الميم الثانية إذن إيش؟ مثقل إذن خلاصة الكلام اللي كان اسمه مد لازم وهو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا لسهولة الدرس قسمنا إلى كلمي وحرفي وكل منهما قسمنا إلى مخفف ومثقل مثقل صار عندي لازم كلمي مخفف لازم كلمي مثقل لازم حرفي مخفف لازم حرفي مثقل فلما تسألون أو تسألون ما بكفي الطالب إيش هذا؟ تقول له ما هذا المد يقول لك لازم وبيسكت هذا جواب ناقص هذا جواب إيه؟ شو لازم يقول؟ ثلاث كلمات لازم يقول لازم كلمي مثقل أو يقول لازم كلمي مخفف أو يقول لازم حرفي مخفف أو يقول لازم حرفي مثقل كلمة لازم الى وحدها ايه ما بتكفي او ايلك لازم كلمي ويسكن او لازم حرفي هادي كلها اجوبة مبتورة لازم يجيب الجواب ايه كامل بتقول لي في فرق بينهم من حيث المقادير ما في فرق بينهم من حيث المقادير بدأنا حديثنا فقلنا لازم كم حركة يمد ستة وضح الكلام يا سيدي طيب يمد المد اللازم بكل اقسامه بمقدار ستة حركات او نقول بمقدار سلاثة اضعاف الطبيعي نحو كذا وكذا وكذا طيب طالما حكينا عن حروف المقطعة خلينا نتكلم عن حروف المقطعة ونذكر كل ما فيها من مدود طبعا اخواني معروف لدينا ان الله عز وجل ابتدأ تسعا وعشرين سورة في القرآن العظيم بحروف مقطعة الله اعلم بمراده منها حظنا منها واحد الايمان انها كلام الله اتنين ان نقرأها كما نقلت لنا ولنا على كل حرفين حسنة والحسنة بعشر امثالها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اما اني لا اقول الف لا ميم حرف ولكن كذا وكذا وكذا هذا حظنا منها ولو بعد انوياكم من الان الى ان ينفخ اسرافيل في الصور نعمل ازهاننا ما معنى هذه الحروف لن نصل الى شيء فلا احد تعب حاله عرفنا كيف هذه كلام الله ما بلغنا ان رسول الله شرحها وما بلغنا ان الصحابة سألوا رسول الله عنها يعني ابعد شيء وجدناه في الكتب ما يروع عن ابن عباس ان طاه بمعنى يا رجل هذا ابعد شيء طيب طاه بمعنى يا رجل وقالف لا ميم وحاميم وحاميم عين سينقام ولن نصل الى شيء منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر فاما الذين في قلوبهم زيغون نسأل الله العافي لنا ولكم فيتبعونا ابتغاء ايواء وابتغاء وما يعلم خلاص الراسيخون في العلم شو بيعملوا امنا به كل من عندي ربنا مين كل يعني المحكم والمتشابه كل من عندي ربنا بس امنا به ممكن شيء ربي اطلعنا على حكمته لكن نحن نؤمن ان هذا كلام الله والله اعلم بمراده من كلامه اتبهنا يا اخواني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة